السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما خلصنا المستوى الاول هو كيجي وان هنبتدني اخده المستوى التاني كيجي تو وطبعا عارفين الحروف فيه متل غبطة زي منهجت سنة اولى وانا بنصح كل ام ابنها داخل سنة اولى تشتري كتاب قطر النادى تاتا تاتا المستوى التاني لانهو شبح بالزبط سنة اولى فلازم تبدأ تشتريه وتذكر معاه كل يوم منه عشان تلحق تخلص المنهج بسرعة قبل الدراسة عشان يدخل كمان سنة اولى وهو فاهم وعارف يحل ازاي والمنهج بالنسبة له يبقى سهل ففيه فرصة دلوقتي نجي بالمستوى التاني كتاب تاتا تاتا قطر النادى ونشتغل فيه عشان يدخلوا سنة اولى مرتاحين مبقاش بالنسبة لهم حاجة صعبة يعني وربنا نسألوا نشوف اللي هيحصل سنة جديدة فهنبتدي عندي اول حاجة اول درس وحرف الالف هيبدأ ياخد حرف الالف برضو يعرف حرف الالف المتصل والمنفصل هنشرحها على السبورة برضو وهنبدأ بقى نحفظه هنا اربع كلمات تعالوا نشوف كلمات حرف الالف اللي احنا هنحفظها الالف فتحة اه اسد الالف فتحة اه اسد الالف ضمة او ازن الالف ضمة او ازن الالف كسرة اي ابره الالف وعليها سكون اسمها ايه؟ رأس رأس طيب هنقولهم ازاي الحروب هنقول ا او ليه في القطر بقى دي ا ا ا ا ا ا ا والسكون هنا فيه ناس بتقولها ا ا ا وفيه ناس بتحط لها حرف تاني مثلا يعني مثلا الالف عليها سكون ومعها با حرف البا بنقول ايه؟ اب او الفوا معها تا يقوله ات لا انا بحب اقول ا ا ا ا ا زي ما هي جايا كده رأ ا ا اقولتها ا ا ا رأس فأ رأ فبحب اقروها ا ا ا ا مش بحط لها حرف تاني فاحنا هنذكرها لهم كده هيعرف حرف الالف باشكاله زودنا بقى السكون هنا ا ا ا ا ا ا هيبدأ يتضرب على حرف الالف اللي هو المنفصل بأشكاله بقى بحركاته وحرف الألف المتصل برضو بحركاته لازم هيا أربعينا الألف المتصل والمنفصل وعليهم الحركات بتاعته طيب صفحة تانية بقى خلاص كده حفظنا الكلمات الأربعة هي أسد وأزن ورأس وإبرة حفظناهم نبتدي بقى نحل معي يعني أول حاجة نعرف الحروف بالأشكال بتاعتها واللي هي المتصل والمنفصل ونحفظ الكلمات وبعد كده نبدأ نحل معيهم هنحل التدريب أول وحد ونفاهمه واحدة واحدة لأنه هو ده اللي هيحله في منهج سنة أولى العربي نقوله انتق وارسم دائرة حول الصورة التي بها صوت حرف ألف كالمسال نفاهمه أن احنا دلوقتي هنقرأ الصور أساميها هنقل أساميها واللي هنقرأ فيها حرف الألف هنعمل عليها دايرة ما هو عمل لي كده على الأرنوب وأكتب لي جناق أرنب آ آ آ آ قلنا آلف هنعمل عليها طيب فيل في آلف لأ مفيش من نزعه بيها طيب فا قا قا أو في آلف وهو فقر فقر أو قلنا حرف الألف يبقى هعمل عليها دايرة قالم قا لم لأ مفيش حرف الألف يبقى هنسب يبقى كده أول حاجة نعلمه يسمع أو يقول اسم الصورة ويشوف فيها حرف الألف هيعمل عليها دايرة هو عرف خلاص حرف الألف الحركات بتاعته إيه يبدأ بقى يوصل كل حرف بالصورة بتاعت لأنه حفظ الكلمات وحفظ الحروف بتاعته فينا أقول له ألف عليها فتح آ أنهي صورة يمشي معيها هو يدور ويقول لن آ آسد أخدت آسد فنوصل حرف الألف اللي عليها فتحة بالآسد طب أو وخدناها إيه أو أزن أزن يبقى هنوصل للأزن طيب تالف إي إيه أنهي كلمة خدناها إيه إبرة إبرة هيبقى هنوصلها بالإبرة اللي بعدها أ أو خدناها رأ رأس هيبقى هنوصلها بالرأس وهيرجع تاني يتدرب على الكلمات أسد أزن إبرة رأس زي ما أنا كاتبهم كده هينزل بيهم واللي هما منقاطين دولا هيتقل عليهم أنا مرضيتش أتقل عليهم عشان تبقوا شايفين إن دولا منقاطين لا هو منقاطين هيتدرب عليهم الأول يتقل عليهم وبعد كده هيبدأ يكتب الكلمة لوحده وطبعا هيكتب الكلمة بالأشكال بتاعتها اللي هي الفتحة والضمة والكسرة والسكون التدريب اللي بعضه نشاط رقم ستة آه تعالوا بقى نشوف النشاط ده اللي موجود بردو مع سنة أولى بيقولي استمع وارسم دائرة مكان سوت حرف الألف كالمسال يعني مثلا أنا عندي صورة أسد أسد مكونة من كلم حرفة يقولي تلات أسد تلات حروف طب حرف الألف مكانه فين مكانه أول واحد قلته أ يبقى هنعمل دايرة عند أول مربع طب كلمة رأس تعالوا نقول رأس رأأأأأأأأأأأهو في التاني يعني نخليه يعد على صوابه يقول الكلمة على صوابه عشان يعرف مكان حرف الألف يعني عدك رأأأهو ده كده نفتح سوبع أأأأأ ده سوبع التاني سوبع التالت فين حرف الألف قلته في أني سوبع هيقولي اللي في النص اللي في النص يبقى إحنا هنعمل الدايرة في المربع اللي في النص طيب تعالوا نشوف كمان إيه دي أزن أو أزن أو أنت قلت أني ألف الألف كافين كانت فقا مع أول سوبع يعني أول مربع ونحط دايرة أو نقطة في أول طيب التدريب اللي بعضه بيقولي ارسم الحرف الناقص مع ضبطه بالشكل كالمزال يعني عايز الحرف بيه الحركة اللي فوقيه بقى كسرة فتحة شدة بقى فتحة ضم سكون طيب هنا أول واحدة زي ما هو عمل هلي كده رأس أو كتب حرف الألف وعلي سكون طيب أسد آه ونفكره تاني احنا خدنا في المستوى الأول قلنا الفتحة بنفتح بقنا يبقى هنا آلف عليها فتحة آه أسد طيب أزن أوه قلنا آه بندم بقنا يبقى هنا تضمه يبقى آلف عليها ضمه طيب سورة البعضيها اي إيي إبراء آلف تحتها كسرة فكده لازم نحفظ الأربع كلمات ولازم نحفظ الحركات بتاعة حرف الألف طيب ايه تدريب اللي بعده؟ انت وارسم دائرة حول حرف الألف كالمسان عندي إصبع زي ما هو عاملي كده في كلمة إصبع عامل دائرة على حرف الألف فاحنا هنعمل فقر أو حرف الألف في النص عملنا على دائرة أرنب حرف الألف في دائرة أختبوت عملنا على حرف الألف دائرة فهنا كتب لي نشاط رقم 9 صعب اللي أكتب ما يومنا عليك وخلاص بقى هو تدرب كتير على الرأس وأسد وأزن وأبرة فأنا هنا بقى هبدأ هبدأ أمل لهم له متل لغبطين يعني اللي حفظهم زي ما هم مكتوبين أسد أزن رأس إبرة لا أنا لغبطهم قلوا مرة أسد إبرة أزن رأس واشوفوا هيكتبهم صح ولا لا الكلمة اللي غلط فيها نخليه يرجع يذاكرها تاني لحد ما يحفظها كويس طيب عندي كمان نرجع بقى للتدريبات المنزلية اللي هو الواجب خلاص هو خد الدرس بتاعه وحفظ كلماته وحروفه وعرف أشكال حرف الألف المتصل والمنفصل يبدأ بقى يعمل لي صفحة واجب بيكتب لي أول حاجة أسد أزن إبرة رأس بحركات اللي عليهم بينزل بيهم والمنقط بيتقل عليه ويبدأ بقى يقول لي هنا انظر إلى الصور وأكتب حرف الألف مع الضبط بالشكل الضبط بالشكل يعني عايز حرف الألف ونشوف علي فتحة ضم قصرة سكون فهنا عندي صورة أزن كاتب لي ألف عليها ضمة طب إبرة ألف تحتها قصرة أ أ أ أ أسد ألف عليها فتحة وعند السكون سكون كده أعمل له بإيدي زي ما بقول لحد ستوب ستوب بروح عمل له إيدي يعني أقف فأول ما نيجي الكلمة فيها سكون نقول له رأس رأس نفهمه إن السكون دي عندها الحرف بيقف مش بيكمل الحرف بيعمل وقفة كده زي رأس فأره نعرفه إن السكون إي زي علامة الوقف كده طيب هنا قمتك وأرسم دائرة حول الصوت المنسب كالمثال طيب إي 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 إبرة إي إي إبرة أو إي نتكيله على الإي كده شوية وده هنا حرف الألف وتحتيها قصرة طيب فأهي جاد بقى علامة الإي ستوب بإيدي كده أحمله زي ما بقول له ستوب قل له إيه فأره فأه ده هنا في إيه في سكون يبقى ألف عليها سكون طيب أو 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 دمنا بقنا يبقى فيه ضمة أخت بوت يبقى أروح على الألف اللي عليه ضمة وأعمل عليه دايرة طيب تعالوا بقى نشوف كل الحرف الألف اللي إحنا خدنا النهاردة خدنا حرف الألف آآآآة آآه أدي حرف الألف المنفصل حرف الألف المنفصل يعني ايه منفصل؟ يعني هكتبوا الوحده يعني ايه أكتبوا الوحده يعني مش بيجبك في حرف يعني لما مثلا أقول أحمد عبصه لوحده التلاتة دول مش بوكين في بعض لكن هو وقف كده باشا لوحده ملوش دعوة بحد هنا حرفه الالف ده اسمه الاف ايه الاف منفاصل منفاصل وقف لوحده مش بيمسك في ايد حد طيب هنا بقى دي اه ده حرفه الالف المتصل اهو في شرطة بيقوله ما هاتو اديك وتعالى امسكه اسمها ايه المتصل طيب المتصل زي ايه زي كلمة فقر يعني احنا رسمناه كده هو الفاق هتمسك في ايده حرفه الفاق هتمسك في ايده زي كلمة فقر زي كلمة ايه فقر فالفاق جات قالت له تعالى يا الف انا همسك في ايدك مش هتيبك وقف لوحدك فمسكت ايده عملت كلمة ايه عملت كلمة فقر فلازم نعرف حرفه الالف المتصل والمنفصل كده منفصل كده منفصل وكده ايه وكده متصل طيب حرفه الالف كمان قلنا لي حركات او عندي الف فتحة ايه الف فتحة ايه الف كسراء ايه الف ضم وعندي هنا كمان الف عليها سكون ا. فلازم احفظهم ا 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 كده يبقى كده هيحفظ اسد ابره ازون فقر هيحفظ حرف الالف المتصل والمنتصل هيحفظ حرف الالف باشكاله الاربعة الكسرة والفتحة والكسرة والدمة والسكون واشوفكم ان شاء الله مع الحرف الجاي حرف الميم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا